ماكرون يتودد الى الرئيس تابون من اجل الحصول على عفو دبلوماسي من الجزائر المبعوثة الخاصة ومستشارة الرئيس الفرنسي لشمالي افريقيا والشرق الاوسط كلير ليجوندر سلمت رئيس الجمهورية عبد المجيد تابون رسالة خلال استقباله لها الرسالة تأتي ساعات قليلة عقب مبادرة ماكرون بتهنئة الرئيس تابون بمناسبة اعادة انتخابه في عهدة ثانية في رئاسيات السابع سبتمبر الجارية ماكرون حرس في رسالة التهنئة الانتخابية على التوضيح الاتية العلاقات مع الجزائر تبقى استثنائية في كل المجالات خاصة في المجال الامن ومكافحة الارهاب الحوار بين الجزائر وفرنسا يعد غساسيا لاسيما مع تواجد الجزائر بمجلس الامن الاممية روابط الصداقة قوية بين فرنسا والجزائر وانه يعتزم بحزم مواصلة العمل طموح الذي تضمنه اعلان الجزائر لتجديد الشراكة بين البلدين ماكرون ومن خلال رسائله يبدو واضحا انه يبحث بكل السبل الدبلوماسية عن تجاوز انحرافه السياسي مع الجزائر عقب تجديد دعم بلاده للحكم الذاتي الوهمية في الصخراء الغربية لذلك يتودد حاليا بعدما رأى الجزائر تخرج منتصرة من الاستحقاق الرئاسي مجددا العهد مع الرئيس تبون لمواصلة سياسته الندية وهو ما يقطع الطريق امام اي مناورة خارجية اتجاوز الزهرة طليلية انت سرناودي فرنسا هيا تركعو امام الجزائر لكي تعرف الدبلوماسية القوية للجزائر فرنسا شدتها الخلعة حيات الجزائر نجحات انتخابيا وتكلبها المشارك الذي دروا الرئيس وقلبي ان نراه الارقام خيالية وضبابية ومزورة وكيف جاءت القضية يا سكوت نجحناها في الانتخاباته انتصارنا انتصارا باهرا وصحيقا وماحيقا اذا كنتم اعلم اصحبتوا السفيركم من فرنسا حيث فرنسا اعترفها بالصحراء المغربية وهل ترجعت على هذا الاعتراف اذا لم ترجعتش هذا ما نريدنا نرد السفير وكيف العاد أخص نضحقون على بوص ومرزرق بان انا نرأن نتصارنا واننا نرى نردنا قد وامنا طلبونا ورغبونا يقل ما لا ترجعون حتى تواجدت راجع فرنسا على الاعتراف بالصحراء المغربية هنا كان لا ترجعت هناك من اتتياج الصفير ليس بلك دون ان تراجع في فرنسا على الاعتراف بالصحراء المغربية انظروا أو يبقى هؤلاء الجزائريين يا بوص ومرزرقلك حتى انا نتصارنا على فرنسا او هيا تركع امامنا او كده ومهم احنا اراجعو السافير او او رجعو رديم اراد يوم افن امع اسباني اسحبتوا السافير وبكيتو تعييتو فالاخر رجعتوه دون ان تترجع اسبانيا على اعتراب الصحراء المغربية رجع مذلولا مضحورا كيف العادات شا هدأتني عوق على نفس المنطقة هانتم ما قدين ترجعو مذلولا مضحورا دون ان تترجع فرنسا على اعتراب الصحراء المغربية وشرحوا ولم نتحدث بكم نحن يعلم أنكم مهدوة ودريكي بصبع الثرق فيما نحن يعرف بكم أعرف أنكم ما ترجعون لديه من فرنسا وأعرف أنكم هي غمقوا على بصبع الثرق بأنكم انتصارتم بأنهم همو ويتوددون لنا هذا شيء يتوددني ياه حيث يكون يحشم للعقلك أرجعوا ولم نتحدث بكم اليوم كانوا مدخلات قوية في مجلس حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان لشكر رئيسيه المملكة المغربية كانوا مدخلات قوية فضحولية ما يفعله النظام الجزائري في مخيمات القياطن والعجاج كان على المباشر وكانوا صفعات على الوجه أمام العالم وليعلم العالم مع من حشر الله في الجوار نشوفوا أبرز السدخولات اللي كانوا اليوم خصوصا من أبناء المنطقة اللي عاشوا لويلاش في مخيمات القياطن والعجاج السيد المفوض السامي لا يفوتني أن أذير انتباهكم للانتهاكات الخطيرة التي ترتكبها قوات البلدان المضيفة في حق اللاجئين المتواجدين فوق أراضيها انطلاقا مما نعانيه نحن كلاجئين صحراويين بمخيمات تيندوف جنوب الجزائر حيث تقدم القوات المسلحة الجزائرية منذ مطلع هذا العام على جملة من الاعدامات الميدانية لمجموعات من الشباب الصحراوي الذين تجروا على مقادرة المخيمات بحثا عن لقمة العيش فقد سجلنا بكل أسف أكثر من عشرين حالة قتل خارج القانون منذ مطلع هذه السنة نفذها بدم بارد ضباط الأمن العسكري الجزائري وبمشاركة مباشرة من قيادة تنظيم البوليزاريو الذين يقضون حملات ترهيب وتعنيف على ذوي الضحايا لإجبارهم على الصمت وعدم المطالبة بالكشف عن ملابسات لابنائهم ففي يوم 24 مايه هاجمت طائرة جزائرية مسيرة على مجموعة من اللاجئين الصحراويين العزل في منطقة جيدي وقتلت 14 شابا وتركت جثتهم في العراء لمدة أربعة أيام عرضة للقوارد والحيوانات قبل أن يتطوع عدد من الشباب الصحراوي للبحث عنهم وعادتهم للمخيمات حيث تم دفنهم في سورية تامة وعلى عادتها وبالرغم من مشاعة هذه الجريمة فلم تقدم سلطات الجزائرية بفتح أي تحقيق في هذه الحالة الكارثة الإنسانية بل تم تهديد عوائل الضحايا بالانتقام في حالة لم تلتزم الصمت شكرا سيد الرئيس نشعر بقلق بالغ الغزاء الأوضاع الإنسانية في مخيمات دوف الجزائر حيث يعاني لاجئون الصحراويون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية وفق القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف كما تنهب المساعدة الإنسانية بشكل منهج من قبل قيادة البوريساريو بتواطئ مع الجيش الجزائري الذي فتوقع مسلحا حول هذه المخيمات مانعا خروج منها تقوم قيادة البوريساريو بحامة قمعية للشعب الصحراويين الذين يحاولون فضح هذه الملأسات عبر واسع التواصل الاجتماعي حيث يكون مصيرهم الاختطاف والتعذيب في الماكد السرية لمخيمات تيدوف يدفع هذا الوضع العليم من الشعب الصحراويين إلى المخطط بحياتهم والاندمام لمجموعات مسلحة في منطقة الساحل بحثا عن موارد لإعالة أهاليهم سيد الرئيس ندعو المجتمع الدولي إلى مواسط ضغط قوي على الجزائر استحمل مسؤولياتها حيث لا يمكنها تهروا من هذه المسؤولية بالدعاء تفويض إدارة المخيمات إلى جماعة المسلحة ويو بليساريو فقد أكد رجل حقوق الإنسان هنا بجنيف أن هذا التفويض هو تفويض غير قانوني إن حماية الصحراوي مخيمات تيدوف في الطراب الجزائري هو التزام دولي يجبع جزائر الوفاء به هذا الالتزام ليس خيارا بل هو واجب قانوني وأخلاقي لتطلب تنفيذا عاجلا لضمان كرامة وأمان اللاجئين الصحراويين مخيمات تيدوف شكرا لكم سيد الرئيس سيدي الرئيس على مدى خمسين سنة فإن مخيمات تيدوف في الجزائر لا زالت مرتعا للانتهاكات الحقوقية المقترفة من طرف جبهات البوليساريو المسلحة بناء على تقارير عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية وللأسف فإن الاختفاء القصري لصحراويين في المخيفات هي ممارسة نظمية التي تقوم بها جبهات البوليساريو المسلحة وتستغلها من أجل تخويف المقيمين مع استهداف الأقليات والمثقفين أو المسؤولين عن النفاذ إلى البيانات المرتبطة بالانتهاكات الحقوقية المقترفة من طرف الرئاسة كما هو حال الدكتور خليل أحمد أبريح الذي كان معنيا بقرار للجنة حقوق الإنسان تؤكد ضلوع السلطات الجزائرية في اختطافه لذلك فإننا نوصي الجزائر بإلغاء وفدها المبعوث لجبهة بوليساريو المسلحة للأغراض الإدارية والقانونية والقضائية مع ضرورة تسير توثيق الحالات الاختطاف والاختفاء في مخيمات الدوف هذا مع ضرورة تأكيد على ضرورة توصيل الضحايا ودوهم بالحقيقة وجبر الدرار والتعويض شكرا سيد الرئيس أما نحن فنشكر المفاوض السامي على التقرير السنوي الشامل وعلى الرؤية التي قدمها لنا بشأن حقوق الإنسان في العالم هذه الدورة هي الدورة السابعة والخمسين للمجلس وتسعى إلى تسليط الأضواء على ضرورة وضحة للاختفاءات القصرية وهنا ودو نستعي انتباهكم إلى مسألة ملحة السيد خليل أحمد مجهول المصير منذ أربعين سنة واختفى في مخيم تندوف هو مدافع حقوق الإنسان وكان يقيم في هذا المخيم في تندوف في جنوب الجزائر عندما اعتقل بطريقة تعصفية من مجموعة مسلحة في 2009 ومنذ ذلك بات مجهول المصير عائلته مهمولة وشكوا في ما قال إليه مصير السيد خليل وعليه نتوجه إليكم بنداء حثيث لكي تطالب السلطات الجزائرية بتوفير أو بتنظيم تحقيق يسمح لنا بمعرفة ما هي ملابسات هذه القضية على أن تتحمل سلطات مسؤولياتها وطبعا ينبغي فرض عقوبات هل فضيحة أم لا يستمعوا بها العالم أود خالي؟ أي شخص يريد أن يغادر مخيمات القياطن والعجاج ويخرج منك الوضع الذي يعيش فيه لديه مصير واحد لديه مصير واحد لديه مصير واحد وأنه سيتردم في الرملة تهدر على حقك أو تريد أن تخرج منك لديه مصير واحد الذي عندك سيتردم وما سيبقى لك وجود لماذا يجب أن تكون صابر ومخشفت هذه الأوضاع وعيش هذه العيشة الكاريتية وماذا يستفدون؟ هم القيادات بلا زيرو إبراهيم غالي والطبقة التي معه ومليوة الليلة والعيشة كريمة ولكن السكان الذين عيشون في مخيمات القياطن والعجاج من كرف الصين مزجونين وتعلاج الجزائر أو القيادات الجزائر لا يجب أن تدخل قناة الدخول أو صحيفة تمشي وتصور الأوضاع لأنها أوضاع كاريتية والناس تعاني ونحن سمعنا هذا الشيء على لسان ناس عاشوا تماما وشافوا الوضعية الكاريتية اللي يعيشوا هذك الناس وإن شاء الله سنبقى تابتين لنفس الموقع في دينا ليعلم العالم مع من حشر الله في الجوار كان هذا الفيديو اليوم لا تنسوا لايك دعونا الرأي إذا كنت تعليقات